تاني مصر عندنا في السوبرفشيال باك ماسلز وهي اللاتزمس دورزاي مصر. اللاتزمس دورزاي زي ما انت شايف قدامك اهو ادي بتاعها. بتاعها على فكرة برضو بيبقى خمسة زي يبقى خمسة. عندك هنا اول حاجة من الثراسك رقم سبعة تمانية وتسعة وعشرة واحد عشر واثناشر باول حاجة اخر اه اخر خمسة سبعة وتمانية وتسعة وعشر واحد عشر واثناشر اخر ستة. وعندك هنا اللي باللون الاصفر دي دي فيشيا ما بين الثراسك فيرتبرا فبنسميها برضو بتاخد منها يبقى عندك هنا اول اخر ستة اه ثراسك بتطلع من الاسبين بتاعها والثراكو لامبر فيشيا وعندك هنا برضو اه العظمة دي اللي هي الهيب بون الهيب بون كان الحتة من فوق دي بنسميها اليا كريست الحتة اللي بتربط عندها الحزام. فالاوتر دي بتاع تلقي اليا كريست برضو بتاخد تطلع لفوق وهي طلع لفوق كده هو فتخبك في مين في اخر اربعة عندك فتاخد برضو ارجل منهم وهي طلع بعض لو تلاحظ ان هو خطف مين في الانفيرور انجل واخد حتة من الانفيرور انجل بتاعت الاسكابيولا. فالاورجن عندك اول حاجة اول حاجة اخر خمسة اخر ستة في الاسباين بروسس بتاعتهم في الاسباين بروسس. بعد كده عندك هنا الثراكو آآ لامبر فاشية. بعد كده عندك هنا هو اللاترال بتاعت الاليا كريست عند الهيب بون. وعندك هنا اخر آآ اربعة وهي طلع فوق ان هو بتخبط في مين? بتخبط في الانفير انجل بتاعت الاسكابيولا. طيب دول بعد كده بتيجي عندك ان هو بتعمل فين? في حتة صغيرة كده اهو من قدام يعني احنا كده بس صنع على الشخص من وراء. والهيومرس اهو من من وراء عند الفصة دي. وفيه بقى من قدام مين? لو تفتكروا لاخدنا في كنا بنقول في عندك فاكرين لما كنا بنقول اني فيها هنا اهو بينزي منها كده نتوق عظمي كريست. وعدة اهي بينزي منها نتوق عزم برضو كريست. ومباين كريست بيكون في مين? فعمل هنا عمل شفة رفع ناحية ناحية الجسم سميناها ميديا اللب. اوف بايسيبيتل جروف. ومن برا لاتر اللب اوف بايسيبيتل جروف. وفي النص هنا الفلور بتاع فهي مسكة العظمة مسكة الماصر مسكة. لو شايفين انا عملها بشكل منقط. يعني هي مسكة من قدام. مش من وراء مسكة من قدام في الفلور بتاع الجروف. اهي. جايا كم من وراء هي وماسكة رايحة قدام بتمسك قدام. في القروف لو تفتكر الجروف احنا قلنا عند الريجون والسكابير الريجون كنا بنقول المديا بيمسك فيها تيري سميجور واحدة من ضمن اللي عند والترا اللى اللتر اللب بتمسك فيها البكتوراليس ميجور فوي كان ان ان ام ام وما بينهما يعني الميديا اللب بيمسك فيها ما جر والاترا اللب بيمسك فيها وما بيلناهما في الفلور في الفلور دورزاي مصل. فالانسيرشن عند الاتزمس اه الانسيرشن متع دورزاي في الفلور اوف باي سيبيتال جروف. طبعا بالنسبة لي الاكشن اوف لاتزمس دورزاي مصل. طبعا ارجع للروولز اللي احنا اخذناه في آآ في محاضة كنا بنقول ان لو المصل مسكة من قدام هتعمل ايه? هتسحب ناحيته. ناحية جوه هتعمل يعني تضيفه على الجسم. تقربه من الجسم. وتعمل ايه? لما تشد كده هو. فتعمل ايه ميديا روتاشن. ميديا روتاشن. فلان المصل مسكة من قدام فتعمل ايه ميديا روتاشن. ولان الارجن بتاع المصل آآ ورا كده هو. فلما يتشد الانسيرشن على الارجن. فتسحب الدراع لورا. فتعمل اكستنشن اوف شلدر. تالت حاجة برضو حاجة برضو ممكن تضيفها اني زيها زي انت لو سبت الانسيرشن وحركت الارجن نحت الانسيرشن يعني عكس هو المفروض الارجن بيثبت والانسيرشن بيتحرك. انت بقى سبت الانسيرشن وبتحرك الارجن نحت الانسيرشن. امتى لو انت متشعلق في العقلة شوط العقلة بتسبت بتسبت آآ الكتف تمام آآ متعلق وبتسحب جسمك ناحية فوق. بتسحب الارجن ناحية فوق. فدي اثناء السوق الكلامب الكلامبينج او انت بتعوم بتسبب دراعك في المية وتسحب الجزع ناحية دراعك. فدي برضو بتساعد بتشد الارجن ناحية الانسيرشن اثناء العقلة او او انت بتطلع تتصلك شيء او بتعوم بتعوم بالنسبة لي دي واحدة من ضمن المسلز اللي قلت لك آآ تعملهم تجميع ان هم بتاعهم بيتسمى على اسمهم او بنسميه ثراكو دورزل نيرف. ثراكو دورزل نيرف. او نيرف ده بيطلع من فين? انت عندك هنا ان شاء الله هنشرح في محاضرة البريكل بليكساس. اني عندك هنا بيطلع من فين? من رقم ستة وسبعة وتمانية. ستة وسبعة وتمانية بيعملوا ايه? بيعملوا الاخضر ده اللي هو مين? اللي هو ده بيطلع منه مين? بيطلع منه نيرف تو لا تسمس دورزاي. نيرف تو لا تسمس دورزاي او بنسميه ثراكو دورزل نيرف. بيبقى ثراكو دورزل نيرف بيطلع من ستة وسبعة وتمانية آآ نيرف اللي هو ما بيعملوا فهو بيطلع برانش من البستير كورد. اهو زي ما انت شايف قدامك اهو ادي مصل اهو مع اللي تسمس دورزاي تحتها عشان تعرف تتخيل المنزر بتاعه عاملين ازاي? هتلاقي اني تلاحظ ان اللي تسمس دورزاي تحت عشان كابي يقولك في الكتاب اني على اللي تسمس دورزاي. زي ما انت شايف قدامك اهو لا تسمس دورزاي مصل اهو. بتاعها زي ما انت شايفين. بيطلع من خمس اماكن. عندك من تحت هنا دي المصل الوحيد اللي عندها من عند هنا اهو. اهو الاوتر الليب. من عندك من تحت هنا آآ تطلع فوق عندك رقم سبعة لحد اتناشر. وعندك هنا الربس اخر اربعة او اخر تلاتة. وعندك برضو هنا عند الكلاذكل عند حتى من فوق عند الانجل. ويطلع من هنا اهو قدام هنا قدام عند قد برضو انيميشن تاني اللي تسمس دورزاي. عندك بعد الارجين اهو. من السوراسيك رقم سبعة لحد اتناشر. وادي انك Cresst هو. وعندك قد للإيلاكريست وهدي عندك هنا الثوراكلامبر آآ الثوراكلامبر فشي اللي باللون الاصفة اهي. والثراسك رقم سبعة لحد اتماشر. وعد الارجين بيمسكها اهو في اخر اربعة اه ريبس. وعن طبعا الانفير انجل. وبيعملها انسيرشن في اهو 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 بيسبتها في الفلور من قدام. الاكشن طبعا قلنا بتعمل اه اكستنشن للشلدر الورا. تسحب الانسيرشن ناحية ورا الارجين. وعشان هي مسكة من قدام. وميديا روتيشن باطل عشان مسكة من قدام.